يقول أبو خالد كما في رجال الكشي رأيت أبا جعفر صاحب الطاق وهو قاعد في الروضة قد قطع أهل المدينة أزراره وهو دائب يجيبهم ويسألونه فدنوت منه فقلت إن أبا عبد الله عليه السلام نهانا عن الكلام فقال أمرك أن تقول لي فقلت لا ولكنه أمرني أن لا أكلم أحدا قال فاذهب فأطعه فيما أمرك فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرته بقصة صاحب الطاق وما قلت له وقوله لي اذهب وأطعه فيما أمرك فتبسم أبو عبد الله عليه السلام وقال يا أبا خالد إن صاحب الطاق يكلم الناس فيطير وينقض وأنت إن قصوك لن تطير أنت صحيح من الموالين من العلماء من الصلحاء ولديك لسان طيب تستطيع به أن تدعو إلينا أهل البيت عليه السلام وحققت نتائج في هذا المضمار كما شيعت أم الأسود رحمها الله التي شيعت بدورها إخوتها وصاروا بيتا شريفا في التشيع ومقداما من أهل الحديث من أهل الأثر من أهل الرواية من أهل الفقه ولكن أنت طرازك يسمح لك بأن تبلغ بأن تدعو من تدعو هؤلاء الذين يستقبلون الكلام تتناقشوا إياهم تتحاوروا إياهم في أجواء مريحة أجواء هادئة لا أجواء التحدي والمجابهة والمخاصمة والمناظرة مع الكبراء مع الرؤساء فهؤلاء أنت ما تقدر عليهم إن قصوك لن تطير ذاك يعرف ذاك عنده فن المخاصمة هذا يحتاج فن مو فقط علم فن متى تتكلم كيف تدير الكلام مع الخصم أية نقطة تطرحها أية نقطة تسكت عنها متى تقتحم اقتحاما كيف تقلب هجومه إلى دفاع فتجعل الكرة في ملعبه كما يقال لأن خير وسيلة للدفاع الهجوم كيف تهاجم كيف تفحم فن يحتاج إلى فن وإلى خبرة لا تتأتى لكل أحد ولو كان هؤلاء الذين تصدوا إلى هذا قبل سنوات عديدة لو كانوا يحترمون أنفسهم ويتواضعون ويلجمون أنفسهم لما تعرضنا إلى ما تعرضنا له قبل سنوات كم كنا نستاء أن نرى هذه النماذج هي التي تمثلنا في الإعلام مع الأسف كنا نستاء جدا كانت أول مناظرة إعلامية تقريبا بيننا وبين العدو قبل كم سنة يصير يعني أتصور بالألفين كانت ألفين واحد الشكل اللي قناة المستقلة في البدايات يعني فجاءوا بمن جاءوا بأشخاص دون ذكر أسمائهم عليكم السلام ورحمة الله وجاء هؤلاء الأشخاص بخزي بعار لضعفهم لهزالهم بعضهم كان له نصيب من علم من ثقافة ولكن ليس له نصيب من فن المخاصمة يعني الطرف الآخر كان دائما الهجوم هؤلاء كانوا دائما الدفاع الطرف الآخر كان يكفرنا ويقول كلامه بمنتهى الثقة بالنفس الطرف الذي يفترض أن يكون يمثلنا كان يتكلم بلغة اللينة وبلغة الوحدة الإسلامية وبلغة ما أدري شنو وتراه متضعض عنه تراه لا يملك الثقة بنفسه توجه إلي أسئلة صريحة من قبيل ما تقولون في قول الشيخ المفيد أن أبا بكر وعمر وعثمان كفار لأنهم متقدمون على أمير المؤمنين عليه السلام فيلف ويدور ما يجاوب جاوب صريح يجاوب جاوب صريح قولين عم كفار وإحنا على عقيدة المفيد وهذه عقيدتنا وأوقيموا الدليل على ذلك واقلب الطاولة عليهم استخدم اسلوبنا تحشر المخالف في زاوية هكذا لا يستطيع فيها إلا أن يدخل جحر ضب لدخلتموه ماكو الحديث الشريف يدخل لهو جحر الضب هذا ما يقدر يسوي شيء خلص يتجمد بمكانه يحتاج الأمر إلى فن ليش ما احترمت أنفسكم هذا ناهيك عن الأباطيل التي تفوهوا بها يعني أباطيل تخالف عقيدتنا أصلا تخالف عقيدتنا جاوبي أشياء عجب يعني أشياء عجيب كانوا مهزوزين كانوا مع الأسف من أنصاف الرجال من أشباه الرجال ولا رجال كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام هؤلاء لأنهم ما تفقهوا على مدرسة أهل البيت عليهم السلام كانت تلك المناظرات حقيقة فضيحة أصلا فضيحة أنه التشيع العظيم بمجده هذا بالأخير يمثله هؤلاء بهذا الضعف بهذا التضعضع بهذا الهزال يعني شيء غريب تشيعا لهذا التاريخ الشيع الذين هم سادة المناظرات عبر التاريخ ما من مناظرة ولا مواجهة دخل فيها شيعي من هؤلاء الأفذاذ من طراز مؤمن الطاق وإشام بن الحكم وابن الطيار وفلان وفلان إلا وخرجوا منها منتصرين حتى اضطر الخصم أن يفتي ارجعوا إلى فتاواهم هناك فتاوى لعلماء المذاهب الأربعة هذه أن حرام مناظرة الشيعة حرام قالوا حرام حرام مخاصمتهم لا تتناظروا إياهم أصلا لماذا خوفا لأنه كنا موكليهم تبن فطبعا يروح يفتها كذا بالأخير يصير قدرنا وتاريخنا هذا كله بيد هؤلاء الذين ينصبون أنفسهم ممثلين عن الشيعة ويتكلمون بهذا المنطق الضعيف البائس الخوار الجبان ويخرجون من هذه المناظرات بفضيحة هذا الذي كنا نحذر منه وكنا ندعو إلى هذا المنهج المبارك وقلنا جربوا يا قوم هذا المنهج تجدون حينئذ العزة والعلو والمكنة بحيث أن المخالف لا يستطيع أن يصمد أمامك حتى خمس دقائق في بعض الأحيان حتى خمس دقائق ما يقدر يصمد يتلعثم يتلخبط بس شريطة أن تتقن هذا الفن فن الجدال بالتي هي أحسن فن المخاصمة فن المناظرة فن التحدي والمجابهة فن الكلام هذا علم علم الكلام ترجمة نانسي قنقر